بشكل كبير ولكن في النهاية الله يكون فعون الجهاز الفني أكيد أمير خلي بالك أنها تبقى فيه عقبة صغيرة أي أن كان التشكيل اللي موجود وده التحدي الكبير اللي بيواجه الجهاز الفني للنادي الأهلي هو الانسجام دخول أكتر من عنصر أو لاعب على التشكيل الأساسية نهاردة محتاج تدربهم بشكل كويس لا فيش وقت الوقت غير كافي تماما تدريبتين أنك تقدر تعمل حالة من التجانس لبعض اللاعبين حتى اللاعبة اللي بقى لها فترة ما بتلعبش علشان تدخل تاني لكن خلينا أمير نشوف الزاوية التانية بشكل أكبر جدا عشان كده معنا تليفون مهم جدا من واحد من نجوم النادي الأهلي ونجوم الكرة المصرية والآن هو المدير الفني للمنافس المحترم نادي الترسانة كابتن أحمد كشري بسير الخير تحياتي أهب الخطيب وتحياتي أمير هشان حبيبي حبيبي أهب حبيبي أمير حبيبي كابتن كشري سيفول عليك يا كابتن نورين قناة الأهلي حبيبي أخليك كابتن مباراة مهمة جدا معرفش أنت كمدير فني محظوظ أنك بتلعب النادي الأهلي وهو ناقص الصفوف ولا ما بتلعب قدام التيم الأساسي بشكل كبير بيكون أفضل لك ولعبتك معرفش بتشوفها إزاي ده سؤال الأول لك والله يا بص يا كابتن النادي الأهلي كل اللعبة اللي في النادي الأهلي لعبة كبيرة ولعبة نجوم ولعبة على أعلى مستوى أنا أكلمك بأمانة طبعا شرف لقيه نادي أنه يلعب مع النادي الأهلي بطل الأهلي والعرب وأحسن نادي في تاريخنا ودي فرحة خلي بالك ليه فرحة في نادي الترسنة أن احنا متقابل النادي الأهلي رغم أن احنا عارفين صعوبة المنافسة جدا مع النادي الأهلي لكن أنا من وجهة نظري أنا كمدرب النادي الأهلي طبعا بيلعب بطولات بيلعب بطولة أفريكية وبيلعب الدوري بيلعب بطولة عربية وداخل في الكاس كمدرب وحب أن أحب أن أقابل نادي الآليب من أساس بتاعه الموجهة لماذا؟ لأن اللعيبة دي فعلا يعني الله كفه هنا وكان ينضاف عنهم لأن اللعيبة عملت حجم مباريات كم مباريات فترة قليلة جدا الأخطر بالنزال نحن بقى نتكلم بقى فضل يا كبت لأن النادي الآلي بيدخل عناصر آه عناصر جدا لكن عناصر عايزة تثبت وجودها ففيه إصرار شديد على أن اللاعب وجوده للمدرب للمدرب رقم واحد عشان يخش بالتشكيل الأساسية ثاني حاجة النتيجة الأخيرة للنادي الآلي مع الاتحاد يعني لا هي في صالح النادي الآلي ولا هي في صالح النادي الترسنة يعني لأن طبعا فريق النادي الآلي احنا فيه النادي الآلي النادي الآلي النادي اللاهية بتخسر أو الدنيا بكرر معها لا بالعكس النادي الآلي بيقى بطرعة وبيعرف ازاي تجاولت من احنا أو الصعاب فطبعا مباراة صعبة مباراة صعبة أنا ما ننكرش إذا كان نادي الآلي عنده غيابات كبيرة نادي الترسنة أنا ما عنديش نجم واحد من النجوم اللي هتلعب قدامها بكرة ما عنديش لعيب معروف يعني آه فيه لعيبة عندهم بعض الخبرات ولعبه لكن احنا بتكلم في الحالة الفنية للعب الآن ففي الآخر هي مباراة طبعا مباراة صعبة برضو عن نادي الآلي بي عشان الظروب دي اللي النادي الآلي فيها بعد عزمة مباراة الاتحاد ودخول عناصر فعلا ما فيش الانتجام زي ما انت قلت كان أنا سمعت هي دي ممكن العقبة اللي ممكن تتابع النادي الآلي هي دي العقبة اللي ممكن تتابع النادي الآلي حيث في الانتجام بين المجموعة اللي ما لعبتش مع بعض ما لعبتش فترة في مبارات رسمية مزبط دي أكتر حاجة بتشغل طبعا تقوضها كابتن لكن الأعدد من المتابعين ما عندوش الفرصة ان نتابع نادي الترسنة بالشكل الكبير المدير الفني للترسنة لما يجي يقول أنا معايا فريق هلعب بين نادي الأهلي إمكانياته إيه هو الرابع في مجموعته بعد القناة وسيراميكا وكوكاكولا فريق جماعي أداءه مميز ماشي بشكل يعني بوجودك بقت في طفرة قويسة ده الشكليا المتاح إنما على أرض الواقع الترسنة فرق قوية ومعايا مدير فني يعي جدا المنافس وأكيد عندك فكر مبارا لكن نقرب للناس الترسنة وضعيته الفنياء دلوقتي والله أولا إحنا مش الرابع إحنا فرق بيننا وبالأول نقطتين إحنا يمكن زي كوكاكولا في البند في نفس الترتيب وبيننا وبين الأول نقطتين بالضبط يعني ما أنت إنت 11 نقطة كوكولا 11 نقطة القناة وسيراميكا الواحد 13 أي فرق بيننا وبالأول نقطتين بالضبط فرق نقطتين لك إن ترتيبك في الجدول الرابع لكن مش بعيد لا لا فرق نقطتين بيني وبالأول وأنا كان عملي مباراة معنات الشمس لو كنت كتبتها والمباراة دي كانت عاملة كنت كتبت زي مباراة يعني يعني ما كانتش فيها توفير مهمة لو كنا كتبتها كنا بينها أول لكن أنا عندي فرقة الحمد لله فرقة برضو كويسة جدا فرقة عمل نتاك كويسة يمكن بدأنا الدوري بفرقة صعبة جدا بدأت في سويس وفي مصر وكوكاكولا كسبت الحمد لله معظم فرقة كبيرة دي فرقة اللي ما كتبتاش تحديلت معها فالحمد لله فرقتنا كويسة عندي عناصر برضو عندها بعض الخبرات تتمثل في فعماد حلمي لعب حرص حدود ولعب ولعب الشرطة عندي سيد حمدي لعب النبي الآله المعروف طبعا عندي بعض اللاعبين ولكن أنا برضو في الكاس عشان أكون معاك ده لعب اللعبة اللي ما لعبتش معايا في كيف الدورة يعني وده اللي الحمد لله أنا عامله عشان كده أنا عندي تخمة من اللعبة أنا أمجهز كل اللعبة ومدي اللعبة اللي ما بتلعبش لأن الدورة عندي طويب برضي لكن يعني أمام أمام نادي الآلي. ومباراة الآلي بالنسبة لي هي خير استعداد للدور بتاعي. بس اتمنى ان المباراة تخرج يعني آآ مبقاش فيها يعني آآ حاجة تضر النادي الترسانة يعني آآ آآ برضو عامل حسابي ممكن آآ آآ نتيجة مثلا ما تبقاش كويسة بالنسبة لنا تبقى اتخلنا بحالة نفسية مش حلوة. لكن هي لو عملنا مباراة واداء كويس هي بتبقى استعداد لان انا هلاعب بالفرق اللي جاية منه انا عندي لعيبة شباب انا من آآ ملاعب لعيبة هتلاقي لعيبة في الملعب سنهم بتاحت سن موجودين معايا. انا من النوع اللي بحب اللي يبعان. تقعد لعيبة الناشئين مزبوط. آآ عندي 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 لعيبة ولد رضا في نص الملعب لعيب بايس جدا. لعيب من اللعيبة المميزين آآ اللي بتنبق له ان هو اللعب في نادي كبير في وليد طازي برضو وموليد ثمانية وتعين. عندي اكتر من لاعب. ترسانة ولاد يا كابتن ترسانة ولاد من يوم والشوكيش آآ فرقة طول عمرها بتطلع نجوم. ومهورهم حاجة والله محرامة والناس نبساة تفرح ونبساة تسعى الدورة ممتاز. فهو الاهم بتستنى الامانة طبعا الدوري لكن انا في مباراة الالي آآ انا اللعيبة مباراة هي خير استعداد لنا في الدوري. آآ عارف ان احنا ممكن ما نكملش في الكياس آآ لكن احنا هنعمل علينا ونقدي مباراة ويسا نخلي الناس نحترهمنا. خلي الناس سعرف فرقة الترسانة. للامانة الامانة. حتى معنا مجلس مدارة مسترم هالرجال ايس النادي الناس بطرق السعيد. يعني آآ برضو فاهم الموضوع في ناس تفاهمة وفي ناس مش فاهمة. لا احنا الاهم عندنا سابق الدوري لكن شرف لاي نادي الملعب وقدام النادي الالي ويحقق اناس. طبعا ده 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 طبعا طموح مقبول آآ واعتقد ان الحرك وضحت كل آآ الاوراق. اخيرا لو حرك حابب تقول اي حاجة قبل ما اشكورك كابتن كوشي. لا بتمنى بتمنى طبعا النادي الالي هو يعبد الكاب وابتاعته مرشي كبات وان شاء الله يلا ياخد بطولة افريقيا النادي الالي كثير جدا واحسن نادي في في تاريخ مصر فانا اتواقع ان شاء الله النادي الالي فترة جاية اللعيبه يكون ارتاحت بس اتمنى ان اللعيبه برضو يبقى فيه عملية شوية في اللعيبه لانه فيه عناصر كويسة في النادي الالي اعتقد ان هي اتفهر النادي الالي في الفترة الجاية والتوفير النادي الالي ومجلس كتاعته. شكرا كابتن احمد كتر الموديل الفني لفريق الترسانة الترسانة دايما زي ما بقول غاني دايما بولاده بنشئينه فرقه دايما عن محترمة فرقه تاريخها كبير جداً مباما تكون هي في القسم الثاني وبتقدي بشكل كويس زي ما قلت له في المركز الرابع ب11 نقطة بفرين نقطين على المركز الأول لفريق القناة 13 سراميكا 13 كوكاكولا 11 والمنافسة أمير كبيرة جداً في القسم الثاني